أستاذة أم عبد الرحمن من الإسماعيلية أستاذة أم عبد الرحمن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا حدك يا مولانا فضل ونعمة الحمد لله بعد إذن حدك كنت أسألك في الندور في الوضوء أه في الندر أنا دلوقتي حدك وأنا صغيرة قوي يمكن تتاشر سنة اتعلمت ونضوع الندر ده وللأسف الشديد كررته كذا مرة كتير قوي لحد ما كنت في الجامعة والمشكلة أن أنا كنت معتقدة أن أنا لما أوفي الندر قبل ما ناتجت الامتحان تحصل أو قبل ما ناتجت الامتحان تحصل أنه ده صح فقلت بعمله باستمرار دلوقتي مولانا أنا كبيرت وعرفت أن الموضوع ده مفهنه غلط معلش أستاذ أم عبد الرحمن معلش ممكن تعلي صوتك شوية عشان أسمع حضرتك كويس بقول لحقاتك أن أنا قررت موضوع الندر دوت أن أنا أنظر أن لو هنجح في الامتحان يعني هعمل حاجة يعني هصلي هصول كده كنت بتقول إيه وانت بتقولي أنه أنت بتديتي وانت عندك تسعتاشر سنة لا تلاتاشر كنت صغير تلاتاشر سنة فانت وانت عندك تلاتاشر سنة كنت بلغتي ولا لسه كنت بلغت فانت كنت بتقولي إيه كنت بقولي أنه أنا لو هنجح في الامتحان ندر علي لو هنجح في الامتحان هأصوم أو أصلي أو أطلع صدقة مثلا من مصروفية أو كده طيب يبقى كنت بتقولي هصوم أو أصلي أو أطلع صدقة آه لاي معلش في كل مرة كنت بتكرري ده يا امو عبدالرحمن. اه. طيب اللي بعد. كملي. وبعدين انا كنت بافي الندرة قبل ما انا تكلمت حان تطلع. طيب وبعدين. وبعدين انا سمعت ان ده غلط ان انا كن فو ان انا استنى لما انت هيك تطلع وان انا كده علي ان كل نظور دي لازم اه فيها مرة تانية. طيب وبعدين. وبعدين انا نسي خالص انا ننظرت كم مرة. والنسي تماما انا عملتها يعني كان الندرة عبارة عن ايه. وبعدين. انا اعمل ايه في مشكلة سؤالك. اه. اول حاجة يا امو عبدالرحمن في حاجة واجب عليك. ايه هي? التوقف عن الوسواس. التوقف عن هذه الطريقة في التفكير. سمعني يا امو عبدالرحمن صح? اه طبعا. وشوف انت استغربتي. ده واجب عليك. الذي فعلتي. ارجوك تتوقفي عن القراءة في آآ السوشال ميديا وآآ جوجل. فيما يتعلق بهذه المسألة. انا جاوبك وانت ذهبتي الى قولي تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. واخلصنا. انت وفيت ما عليك. النزر كان في ذمتك. وانت فعلتي ما كان في ذمتك. انت التزمتي باطعام المساكين. فاطعمت المساكين. حتى لو اطعمت المساكين قبل حدوث الامر. ده هو انت زمتك بقت مشغولة بدا. فلما عملت ده. فانت عجلت بدا زي بالزبط. انت بيبقى عليك زكاة. الزكاة بتاجيب عليك لما يحول الحول. فقديتي زكاتك قبل الحول. العلماء بيقولوا اه. لان انت ما زلت خلاص من اهل هذا التكليف. فلو انك عجلت الزكاة زي ما عند الشافعية قبلها بسنة. خلاص زكاتك مقبولة. نفس الكلام لو عجلت النزر بتاعك قبل ما يتحقق ما نظرت عليه. فان شاء الله انت تميت التوفيق. فانت ما عليكيش حاجة خالص. خلصنا. انت لسا معي يا يا امو عبد الرحمن ولا? طيب. يا امو عبد الرحمن خلصنا. اوقفي بقى الوسواس. المشكلة يا امو عبد الرحمن بقى ان انت لازم تراجعي شويتين تلاتة فكرة القبول بتاعت نفسك. الكلام اللي احنا كنا بنقوله ده. انت تربتي على ان الانسان ما ينفعش يغلط. سواء انت ربتي نفسك على ده او حد ربكي على ده. لو سمحت توقفي. مش هقولك روح غلطي. لكن اقولك حاجة بسيطة خالص. اذا وقع منا الخطأ فاحنا في حضرة مولانا. وما اصبحناش ملوّسين. فانت دلوقتي انسي بقى التفكير الكتير ده. التفكير المفرد ده اللي بيسموه الوفرثينجينج. انسي ده بقى خالص. وما لكيش دعوة بده. وخليكي في انك انت تطوع الوقت اللي انت بتفكري فيه في الحاجة اللي انت عملتها من 13 سنة. عشان تلاقي حاجة تفسر لك هو انت ليه كده. حس ان قلبك مش معلق مع الله. لان انت لازم تغير تفكيرك ومعاملتك مع الله سبحانه وتعالى. ربنا مش متربس بك خالص يا امو عبد الرحمن. يلا توكلي على الله. واحمد ربنا على النعم الكثيرة التي عندك. وانطلقي في عبادة ربنا الذي يحبك والذي يقبل ما تفعله. توكلي على الله.